برئاسة محافظ صلاح الدين رئيس مجلس التخطيط وتنمية إسماعيل خدير الهلوب وبحضور يناب الفني للمحافظ عمار حكمة عبد الحسن عقد المجلس اجتماعه الثاني بحضور مدراء الدوائر الحكومية كافة وأنقش الاجتماع في جدول أعماله الحاجة الملحة لتفعيل المجلس والاستفادة من الخبرات وتشخيص المشاكل التي تواجه المجتمع ومنها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والمطالبة بالتعيين في الوظائف الحكومية والعلاقة الوثيقة بين النهوض بالواقع الاقتصادي والجانب الأمني وأشار المحافظ أن وجود دراسات وتجارب وبرامج مهمة لتعزيز القدرات الشبابية والسعي للخروج بخطة استراتيجية بعيدة الأمد تعتمد على المعلومات الدقيقة التي يقدمها بعدها تم فتح باب النقاش والتصويت على النظام الداخلي لمجلس التخطيط والتنمية في محافظة صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر